موسيقى أعزائي طلبة الصف الأول المتوسط مرحبا بكم عبر فضائية العراق التربوية وفي شرح دروس اللغة العربية اليوم سنحل تمرينات موضوع أقسام الكلام فأهلا ومرحبا بكم التمرين الأول في الصفحة الرابعة عشر قال اقرأ النص التالي جيدا وافهم مضمونه ثم أجب عن الأسئلة عزيز الطالب اقرأ النص جيدا ومن ثم أجب عن الأسئلة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم المطلب الأول أو السؤال الأول قال هات علامة تدل على أن كلمة جاء فعل ماضي هات علامة تدل على أن كلمة جاء فعل ماضي جاء فعل ماضي من علامات الفعل الماضي قبوله التأنيث الساكنة فجاء تكون أو تصبح جاءت بدخول تاء التأنيث الساكنة جاءت عزيز الطالب جاء تاء التأنيث الساكنة فهذا يدل على أن الفعل ماضي بعدما جئنا بعلامة التأنيث التي هي من علامات قبول فعل الماضي ثانياً اللي هو باء قال ما الفرق ما الفرق بين الجملتين الآتيتين جاءت جاء 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 نصر وجاءت فاطمة جاء نصر نصر وجاءت فاطمة الفرق أن هنا الفعل الماضي لم تلحقه تأنيث الساكنة وهذا يدل على أن الفعل الفاعل مذكر وهنا جاءت الفعل جاء لحقته تاء التأنيث الساكنة وهذا يدل على أن الفعل الفاعل مؤنث لأن تاء التأنيث الساكنة عزيز الطالب تلحق الأفعال الماضية وعندما يكون الفاعل مؤنث أي هي دلالة على أن الفاعل مؤنث جيد أما السؤال الثالث جيم قال أي نوع من الأفعال سبح واستغفر وما علامته عزيز وما علامته علامته عزيز الطالب سبح هو فعل أمر سبح فعل أمر علامته قبول ياء المخاطبة سبحي قبول ياء المخاطبة سبحي وأيضا الفعل استغفر علامته علامته قبول ياء المخاطبة إذن سبح فعل أمر واستغفر فعل أمر وعلامته قبول ياء المخاطبة أما دال السؤال دال أو الفرع قال كلمة دين هي اسم ما علامته في النص دين ما علامته في النص دين هي اسم علامته مجرور أنه جاء في آخره علامة الجر الكسرة والجر من علامات الاسم أما الفرع عزيز الطالب قال ما نسمي التاء في الفعل رأيته تسمى تاء الفاعل تسمى تاء الفاعل أي إنها في محل رفع فاعل الفرع الآخر واو إذا قلنا سوف يجيء نصر الله فأي نوع من الأفعال يجيء وما علامته في الجملة وما زمنه الفعل يجيء هو فعل مضارع وعلامته سبق بالحرف سين سوف عفوا لأن سوف من علامات الفعل المضارع والزمن المستقبل البعيد والزمن المستقبل البعيد لأن هناك فرق بين السين وسوف قلنا أن السين للزمن المستقبل القريب وسوف لزمن المستقبل البعيد هذا ما يخص التمرين الأول أما التمرين الثاني عزيز الطالب نعم يقول اقرأ النص التالي جيدا وافهم مضمونه ثم أجب عن الأسئلة قال من نعم الله علينا الشمس التي تضيء ما حولها وتمدنا بالدفء فمن الضروري أن تدخل أشعة الشمس إلى بيوتنا أو بيوتنا لأنها تقتل الجراثيم التي تسبب لنا أمراضا كثيرة فضلا عن إنها تعد مصدرا أساسيا من مصادر الطاقة فسبحان الله خالق الأكوان الذي لم يخلق شيئا عبثا المطلب الأول قال إذا كانت كلمة تضيء فعلا فما علامته تضيء التي هي يعني فعل مضارع فعلامتها نقول له قبولها الحرف لن أو لم وهنا في الشاهد جاءت في مع أحرف أنيت التاء إذن بدأت بأحرف الأنيت التاء لأن التاء أحرف أنيت وتقبل أيضا لم لم تضيء لن لن تضيء سوف تضيء إذن فعل مضارع وعلامته تاء يعني أنيت وقبول لم أيضا الفرعباء قال ما نوع الفعل يخلق وما دليلك على ذلك الفعل يخلق هو فعل مضارع والدليل سبق بالحرف لم الذي هو من علامات الفعل المضارع نعم أما الفرع الآخر قال عين ثلاثة أحرف وردت في النص ثم ادخلها في ثلاث جمل مفيدة نعم عزيز الطالب مثلا من من نعم الله علينا من حرف جر وأيضا عن مثلا أيضا حرف جر عن ابتعد عن المقربات فهنا حرف جر لم لم يكتب محمد لم يكتب لم يكتب محمد الدرس لم لم عزيز الطالب فإيكون لم يكتب وإذا لن لن يكتب لأن لم أداد جزم أما المطلب الأخير من التمرين الثاني قال استخرج الكلمات التي دخل عليها التنوين وبين على ماذا يدل ذلك عزيز الطالب في النص هناك كلمات نونت كنعم من تنوين كسر في آخرها وأيضا لدينا شيئا تنوين فتح أيضا عزيز الطالب ومن الكلمات أيضا التي جاء فيها تنوين أمراض تنوين فتح كثيرة مصدرا هذا كل يدل على أن هذه الكلمات أسماء والتنوين جاء بالفتح وأيضا جاء بالكلمات كسر أما التمرين الأخير عزيز الطالب الثالث فهو إن شاء الله يعني نختم بتمرينات عفوا تمرينات أقسام الكلام قال اجعل الأفعال الماضية التالية مضارعة ثم صغ منها أمر درس بأحرف أنيت نستطيع أن نقول يدرس وندرس وتدرس وادرس فعل أمر ادرس شارك يشارك ونشارك شارك فعل أمر قاتل يقاتل مضارع نقاتل مضارع قاتل أمر وشاهد يشاهد شاهد فعل أمر قرأ يقرأ أو أقرأ هذا فعل مضارعة أما الأمر اقرأ إلى هنا عزيز الطالب ننهي أو ينتهي درسنا لهذا اليوم تقبلوا منا أجمل اتحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى موسيقى